هل يقاس على الاسترقاء كل طلب من الخلق أو ما هو الضابط في ذلك؟ هل يقاس على الاسترقاء كل طلب من الخلق أو ما هو الضابط في ذلك؟ ما فهمت السؤال كيف الاستغذار يقرن بالطلب من الخلق؟ طلب الرقية نعم هل يقاس على الاسترقاء؟ استرقاء نعم هل تقول الاستغذار؟ لا استرقاء هل يقاس على الاسترقاء كل طلب من الخلق أو ما الضابط في ذلك نعم كل طلب من الخلق في حاجة إليه كونك تستغني عنه لا شك هذا من تمام التوحيد الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا أحدا شيئا فكان أحدهم تسقط سوته وهو على الراحلة فلا يطلب من يناولها إياه بل ينزل هو ويأخذها نعم